نروح بقى لمستر مانويل جوزي زي ما قلت لحضراتكم مستر مانويل جوزي توج بستة ألقاب الدوري المصري الممتاز اتنين لقب كأس مصر أربع ألقاب كأس السوبر المصري مستر مانويل يعني أول لجند كيف تكون؟ كل شيء جيد نعم إسلام؟ نعم أنت في حياتك أنا بخير كل شيء جيد نعم لا يوجد مجرد أولاً كل شيء جيد تقومت بسرعة تتلقات للسوبر المصري معنا في الالي نعم أحد هذه تتلقات لكي تتزمالك ما هي المصريكة التي تذكرت تترقى لكي تتزمالك؟ أذكر هذا التتلقات لكي تتزمالك نعم 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 تتزمالك لكي تتزمالك نعم 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 كانت تتزمالك نعم 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 جنراتنا نعمة كثيراً يعني كما عمد النحاس هو كوش الآن وإن رياض شيتوس هو كوش الآن سيد معوّر هو كوش الآن إذا كان غيلبرتو هو كوش الآن ربما فلافيو غيلبرتو هو كوش؟ نعم مجددا نعم غيلبرتو هو كوش الآن ها؟ لا 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 هذا الحقيق غيلبرت هو كوش الآن؟ في أنغولا؟ نعم في أنغولا كوش آه، حسنا أعتقد أنت بترواتلتكو؟ ماذا؟ بترواتلتكو في أنغولا أعتقد أنت بترواتلتكو؟ نعم إنه جيدا هل تعتقد أن روي ويتوريا سوف يفعل جيداً بإجبارات الإجابية في الإجابة؟ روي ويتوريا؟ نعم 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 كنتم لكنه هو جيد صفحة 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 أنا لا أعرف الآن ما أعرف الزيارات في إيجابي إنه جميل أو لا إذا كنت أعرف جيد أو لا ذلك لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن هذا المساعدة هي جيدة يمكن أن تفعل جيدة لكن لا أستطيع أن أخبرك شيئًا من هذا لأنني لا أعرف المساعدة إذا كنا نتحدث عن لأنك كنت أعرف المساعدة عماد النحاسي الآن هو المساعدة في المعولين العرب و بعد ذلك الاتحاد السكندري رياض شيتوس في المساعدة المساعدة سيد معاود أيضا هو المساعدة ما تريد أن تقول عن هذا؟ أجل 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 وعندما أتحدث عن هذا أجل 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 أمينا إن أنهم سمت معظمكم Hangs ليس فقط معي مع الأخرى المساعدة وهم لديهم جميلة لأنني أعتقد أنهم لديهم شيئا عن هذا ويجب أن تكون مهمة لأنهم لديهم معي ولكنهم لديهم جميلة في المتعامل أو يفعل الكثير من المتعامل عندما أكتبت مع أمد أما أتبعون الآن في المنزل كتابعين أبوترقا و ؟ أبوترقا و جميلة في المتابعة في المتابعة في المتابعة 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 هل أرى أنهم أو لا؟ هل رأيته؟ لا لا حسنا عندما أتحدث مع أماد النحاس و وائل رياد شيتوس و سيد معاودي قالوا لي هذا من دو دن أخبرهم ماذا عن سيد مانويل؟ قالوا لي أننا نتعلم كل شيء ما نفعله في المنطقة في المنطقة من مانويل جوزي أخبرهم جيدة معي لكن مدن حسنا مادن حسنا وقالت ثلاثة أو أشهر يجب أن تقلقوا شراء جيدة في حالة نعم الآن مدن حسنا مدن حسنا مدن حسنا مدن حسنا مدن حسنا مدن حسنا الزادس أمام الأساسي أمام الأساسي أمام الأساسي أمام الأساسي أعلم ذلك أمام الأساسي أمام أمام الأساسي وأشكرتك على تغيير هذا سيد مانويل جوزي أشكرتك لك أن يكون معنا طيب خلينا أقول لحضراتكم هو طبعا مستر مانويل لما سألته قالك أنا معرفش دلوقتي ولا الأهلي ولا الزمالك ولكن أنا عارف أن مستر فريرا هو مدرب كويس جدا مع نادي الزمالك وكسب الدوري وكسب السوبر أنا أسف كسب الدوري وكسب الكاس مع نادي الزمالك وأدى بشكل جيد مع نادي الزمالك ده بالنسبة لمستر فريرا قال على النادي الآلي أن النادي الآلي بدأ هذا الموسم أو في نص الموسم السابق أنه لم يكن جيدا في الاختيار بالنسبة لسوارش البرتغالي ثم قال أنه هو المدرب الحالي أو المدير الفني الحالي مستر مارسيل كولر هو ما يعرفوش حتى ما يعرفش هو منين أنا قلت له أنه هو من سويسرا فقال لي طيب تمام ماشي قال لي أن الزمالك في الهاي ليفل بتاعه أو أنه هو في أعلى مستوى لي من وجهة نظر مانو الجوزيب بالنسبة لأنه بيقول لي أنا ما شفتش طبعا مباريات كتير أو ما شفتش مباريات خالص ولكن الزمالك في التوب ليبل لي عنده ولكن النادي الآلي يستطيع أن يفوز على الزمالك في أي وقت طالما عندنا روح وعندنا عزيمة قال أيضا أنه هو سعيد جدا بالتواجد مرة أخرى مع جمهور النادي الأهلي من خلال قناته وهو أنا سألته على بعض اللاعبين أمثال عماد النحاس وقلتشيتوس وسيد معوض وقلت له أنه هم بيدربوا حتى جلبرتو طبعا هو ضحك قال لي لا أنا مش مصدى أن جلبرتو مدرب لأنه يعني قعد يضحك طبعا شوية وقال لي لإسفاني يعني حاجة مضحكة وقال أنه هو سعيد جدا بوجود هؤلاء اللاعبين قال على هؤلاء اللاعبين أنه هم وصلوا معاه لمستوى عالي جدا استطاعوا أن يفوزوا 21 بطولة معاه وأنه هم لعبوا نهائيات أفريقيا كتير جدا معاه وبالتالي هو سعيد جدا ليهم ومبسوط بتواجدهم في الأماكن اللي هو فيه وبعدين كلمتوا على عماد وقل جمعة وعلى أبو تريكا وقلتوله أن هم بيحللوا في إحدى المحطات التلفزيونية بيني سبورتس فقال لي لأ أنا ما بتفرجش على بيني سبورتس تعارفين طبعا الأوروبيين بيبقوا ناس واضحين وبيتكلموا بمنتهى الصراحة ما قلت على عماد النحاس قال لي هو زكي جدا ويقدر أنه ينجح في هذا المجال طبعا شكرته على تواجده معنا وبرضو كمان الجزء بتاع روي فيتوريا قال أنه هو روي فيتوريا مدرب جيد جدا ويستطيع أنه يكون عنده خبرة في البلاد العربية ويستطيع أنه هو يستفيد منه منتخب مصر خلال الفترة القادمة يعني كنا بنحاول أنه نجيب مانويل جوزيل حقيقة معنا علشان أنا الحقيقة الرجل ده بحبه لللاف لللاك